السلام عليكم الاخبار هل فعلا هينتهي زمن اليوتيوب او بمعنى تاني هل فعلا هينتهي زمن صناعة المحتوى البشري الاجابة ممكن تكون صادمة بالنسبة لك ولكن هخليك انت بنفسك تجاوب عليها ولكن بعد ما نشوف بعض الفيديوهات وبعد ما نشوف الطفرة اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا والدنيا مقلوبة بسبب اللي عملته شركة اوبن اي اي اللي هي نفس الشركة اللي عملت شات جي بي تي اوبن اي اي اعلنت ان ممكن تعمل كرياتينج فيديو فروم تيكست يعني تحول النص الى فيديو وفيديو لمدة دقيقة انت لو شفت الفيديو مش هتعرف ان ده فيديو معمول بالزكاة الاصطناعي الفيديو حقيقي بنسبة 99% يعني ده كده فيديو معمول عن طريق الزكاة الاصطناعي اهو وده كده النص اللي مكتوب تقريبا خمسين كلمة انت من خمسين كلمة عملت مشهد سينمائي يعني كان بيحتاج مصورين وبيحتاج ديكور وبيحتاج فنان وبيحتاج مش عارف ايه شايف التفاصيل دي كده مش حقيقية دي كده معمولة بواسطة الزكاة الاصطناعي يعني ادق التفاصيل هتلاقيها موجودة في الفيديو خمسين كلمة بس قدروا يعملوا فيديو زي ده تعال كده نشوف حاجة تانية عشر كلمات بالزبط اقل من عشر كلمات طلعوا لك الفيديو ده يعني فيديو بقى ولا تقول درون ولا طيارة ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده فيديو تاني اهو يا جماعة ده فيديو معمول بالزكاة الاصطناعي الفيديو ده ما تمش تصويره في الواقع مش حقيقي انا بصراحة يعني لما شفت الفيديوهات دي انا ما صدقتش ده كده بتاع الفيديو يعني الكلام اللي اتكتب علشان يطلع الفيديو ده انت متخيل متخيل الفيديو طالع عامل ازاي شايف الفيديوهات دي فيديوهات مبدئية اعلنت عنها فيديوهات لمدة دقيقة معمولة عن طريق الزكاة الاصطناعي شايف ده بيمشي بالخلف يعني المفروض انت بتمشي لقدام لا هو عادي بقى ما هو بالزكاة الاصطناعي يعمل اللي انت عايزه حد هيحسبك بصوا الواقعية كل ده يا جماعة تطور في خلال سنة يعني خلال سنة كل ده تطور او سنة ونص بالكتير الزكاة الاصطناعي تطور بشكل رهيب جدا المنتج الجديد هيبقى اسمه صورة وطبعا منزلين برضو بعض الفيديوهات على صفحتهم على تويتر او على اكس بص يا جماعة الفيديوهات ده معمول بالزكاة الاصطناعي احنا فين بقى او احنا هنوصل لفين هل صناعة المحتوى البشري هتفضل موجودة انت ممكن تعمل اعلان من غير ما تحتاج ممثلين من غير ما تحتاج مخرج من غير ما تحتاج منتج بص الفيديو عامل ازاي ده معمول بالزكاة الاصطناعي الناس بتاعت الانيميشن عاملين ايه يعني صباح الفل بص الانيميشن اللي اتعمل بالزكاة الاصطناعي الكل بقى في خطر يا جماعة بص الفيديو ده برضو يعني جايب لك صورة هي من اعماق المحيط وعمل لك سمكة هوة بالورقة او بالكرتون شاف الدقة في التصوير عامل ازاي شاف الفيديو ده يعني الفيديو ده 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 مش حد حقيقي ولا ده حقيقي ده كده كله بالزكاة الاصطناعي يعني انا شفت صور بالزكاة الاصطناعي فيديوهات انا ما يعني ما حصليش انبهار زي ما حصلي انبهار في صورة شاف ده مشهد سينمائي جماعة يعني ده كده مشهد سينمائي يعني ممكن خلال السنين الجاية سنين مين خلال الشهور الجاية ممكن تشوف افلام بالكامل بتتعمل عن طريق الزكاة الاصطناعي بقى اقل تكلفة ومن غير ممثلين وبقى غير اضاءة ومن غير الكلام ده كله يعني لما تيجي تقول ليوتيوب لا يعام يوتيوب مين احنا هنبقى غلابة كمان ممكن يحصل حاجة اسمها انفلوانسر ايه 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 يعني ايه الفلوانسر ايه 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 ممكن يتم انشاء شخصيات عن طريق الزكاة الاصطناعي ويتعمل لهم بقى قنوات يوتيوب ويتعمل لهم صفحات انستجرام وفيسبوك ويتم يعني تلمحهم وانشاء المحتوى بواسطة الانفلوانسر دولت وطبعا هيكونوا اقل تكلفة في الدعاية وفي ويعملوا بقى الشركات عايزينه يعني يقولوا اللي هم عايزينه ممكن الموضوع يوصل لكده ممكن كمان الفيديوهات بتاعت او المواقع بتاعت ادوبي ستوكو شاتر ستوكو اي ستوكو والبيكسلز والمواقع دي المواقع اللي هي بتبيع الصور وبتبيع الفيديوهات باشتراك شهري ممكن ديت خلال الشهور الجاية اه يعني الناس تلغي اشتراك ممكن انا ما عرفش الدنيا هتروح فين يعني المصورين والمنتجين وبتوع الانيميشن والناس دي كلها طبعا انا مش بخوفك او مش بقولك ان صناعة المحتوى هتروح خالص ولكن انا دلوقتي بقولك الواقع اللي بيحصل من سنة كان ده الزكاية الاصطناعية من سنة بس ده فيديو تعمل بالزكاية الاصطناعية والاسم السهوت بيأكل مكارونا بص يعني حاجة عقيمة جدا ده اللي كان بيحصل اهو فالفيديو طبعا مش طبيعي وطبعا فيه اخطاء بالجملة اهي طبعا تشوف الفيديو تعرف انه هو فيديو فيك او فيديو مش طبيعي دلوقتي هتشوف الفيديوهات اللي معمولة بالزكاية الاصطناعية مش هتعرف هل ده معمول بالزكاية الاصطناعية ولا بيه يعني ولا متصور حقيقي بص الواقعية عاملة ازاي انا مش بقولك حب الزكاية الاصطناعية او كراها او ابعد عنه او قرب منه انا بقولك انت لازم كصانع محتوى انك تفهم التطور اللي بيحصل ولازم تتماشى معاه يعني ابدأ اطلع على مواقع الزكاية الاصطناعية ابدأ طور من نفسك ابدأ شوف ايه اللي ممكن تستخدمه يعني ما تجمدش نفسك كده وتقول لا انا مش مستخدم الزكاية الاصطناعية او انا مش عارف ما ليش في الزكاية الاصطناعية او ايه اللي بيحصل ده لا انت لازم تتطور انت بشكل او باخر ممكن تستخدم الزكاية الاصطناعية بما يتناسب مع محتوىك طبعا صورة متاح ان انت تعمل فيديو لحد دقيقة ولكن هو مش متاح لكل الناس دلوقتي متاح لعدد قليل من يعني المطورين او يعني ناس معينة طبعا بيعالجوا الاخطاء اللي لسه هتبقى اللي موجودة فيه وبيقولوا ان هو قريب جدا هيتم اتاحته طبعا ممكن يكون باشتراك مدفوع او ممكن يكون في جزء مجانا مش عارف الله اعلم لكن اللي بيحصل ده جماعة مزهل جدا الموضوع مش مجرد شوية فيديوهات انت بتشوفها وخلاص على كده بص التفاصيل بتاعت العين ازاي ده زكاء اصطناعي انا مش فاهم بصراحة فممكن بقى تشوف الفترة الجاية سلبيات كمان للموضوع ده اللي بقى مقلد حد او مقلد يعني شخصية حد وعمل فيديو ومركبه على يعني هتلاقي بلاوة بتحصل برضو يعني كل حاجة لها سلبيات ولها ايجابيات فالله المستعان مش عارفين الدنيا راح يحفين ولكن يعني انا عايزك تكتب لي رأيك في التعليقات شاف الفيديو الدقة بتاعته معمولة ازاي والتفاصيل بتاعته بالزبط يعني كم كلمة مكتوبة مطلعين لنا مشهد سينمائي ولا اجدح يعني مخرجين وشايف طبعا انا ممكن اعود اقول لك شايف ساعتين ثلاثة من من كتر حلوة الفيديوهات ومن كتر واقعية الفيديوهات اللي موجودة بص ده كمان يا نهر ابيض ايها كده عنده طبعا يا جماعة مستني رأيكم في التعليقات وهكمل انا بقى فرجة على موقع صورة وعلى الفيديوهات اللي تم انشاءها بواسطة الزكاء الاصطناعي سبحان الله سنة ونصة جماعة ازا كان الاصطناعي اتطور لدرجة ان هو عمل لك مشهد انت مش هتقدر تفرق بينه وبين المشاهد الحقيقية السلام عليكم لايك للفيديو بقى اشتركوا في القناة